أمام حضرتكم هذا البنر حقيقة مؤثر للغاية ويدلل على وقوف الشعب التركي بجانب أردوغان هذه من جمعية المسياد في باي بورد كتبوا على هذه اللافتة عبارات مؤسرة بعد أن رأوا بأن هناك استهداف واضح من القوى المعادية لتركيا للعملة المحلية للليرة التركية الآن الدولار الأمريكي الواحد يساوي أكثر من 23 ليرة تركية وهو ما يجعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار وأعباء جديدة على المواطن التركي لكنهم لديهم علم بأن هذه المحاولات تستهدف الدولة التركية لأنه مع أردوغان القرار التركي أصبح مستقلا السويد وفنلندا تتوددان لأردوغان من أجل الموافقة على انضمامهما لحلف الناتو كتبوا على هذه اللافتة نحن انتخذنا أردوغان ليس لأجل أن يسقط الدولار بل لأجل أن لا يسقط الوطن يعني أردوغان هو من يدافع عن الوطن أردوغان هو من يحمي استقلال القرار التركي أردوغان هو من جعل لتركيا وزنا فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية أردوغان هو ما جعل أعداء تركيا يحسبون ألف حساب للدولة التركية وللجيش التركي نتحدث عن أنه الجيش التركي قبل عدة أعوام كان ينتج 20% من احتياجاته لكن في عام 2021 ينتج 70% من احتياجاته نحن الآن في عام 2023 وبالقطع هذه النسبة قد ارتفعت بشكل كبير للغاية هذا هو أردوغان وما أحدثه أردوغان والإنجازات هي من تتحدث عن أردوغان لذلك موقف مشرف من جمعية المسياد التي تضم آلاف من الشركات التركية الدعمة لأردوغان ضدها جمعية التوسياد وهي التي تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد التركي ويقولون عنها بأنها دعمة للمعارضة التركية وتستهدف الرئيس أردوغان لذلك كان موقف جيد من جمعية المسياد في باي بورت طيب اشتركوا في القناة